السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في درس قسمة عدد كلي على كسر عشري بعد أن تعلمنا في الفيديو السابق كيفية قسمة كسر عشري على عدد كلي حان الوقت اليوم لتعلم كيفية قسمة عدد كلي على كسر عشري وذلك باستخدام القسمة الطويلة بتحويل المقسوم عليه إلى عدد كلي ولفعل ذلك علينا تحريك الفاصلة العشرية في المقسوم والمقسوم عليه نفس عدد المنازل إلى اليمين ثم نقصل كما تعلمنا في قسمة الأعداد الصحيحة لنرى من خلال مثال ولنقصل العدد الكلي 32 على الكسر العشري 2 من 10 علينا هنا قبل عملية القسمة أن نحول المقسوم عليه 2 من 10 إلى عدد كلي وذلك بتحريك الفاصلة العشرية وإعادتها إلى مكانها الطبيعي إلى يمين منزلة الأحد وأختفائها هناك وبالتالي نحتاج هنا إلى تحريك الفاصلة العشرية منزلة واحدة فتصبح إلى يمين الاثنان وعلينا بنفس الطريقة تحريك الفاصلة العشرية الموجودة في المقسوم 32 منزلة عشرية واحدة الآن أين هي الفاصلة العشرية في العدد الكلي 32؟ دائما ما تكون الفاصلة العشرية مختفية إلى يمين العدد نظهرها لأننا بحاجتها فتظهر الفاصلة العشرية لتحرك هذه الفاصلة العشرية منزلة واحدة إلى اليمين تحتاج منزلة لتخطيها هذه المنزلة سنضعها صفر حيث نستطيع أن نضع أصفال بقدر ما نحتاج بعد الفاصلة العشرية ولا تؤثر على قيمة العدد ثم نحرك الفاصلة العشرية منزلة واحدة بعد هذا الصفر لتصبح عملية القسمة 320 تقسيم 2 هكذا حصلنا على عددين كليين نستطيع قسمتهما كما تعلمنا سابقا في قسمة الأعداد الكلية نرسم إشارة القسمة الطويلة ولا حاجة لنا هنا بذكر الفاصلة العشرية لأننا تخلصنا من المنازل العشرية في المقسوم والمقسوم عليه وتختفي دائما على يمين أي عدد كلي فننزل 320 ثم ننزل المقسوم عليه 2 ولا نذكر أيضا الفاصلة العشرية الآن نقسم 320 تقسيم 2 نبدأ دائما بالقسمة من أعلى منزلة ونقسم 3 تقسيم 2 ليعطي الناتج 1 ثم نضرب 1 ضرب 2 فيعطي الناتج 2 نضعه أسفل الثلاثة مباشرة ثم نطرح 3 ناقص 2 فيعطي الناتج 1 الآن ننزل العدد 2 الذي بجوار الثلاثة فتصبح 12 الآن نقسم 12 تقسيم 2 كم 2 بداخل 12؟ 6 فنرفع 6 في الناتج على إشارة القسمة الطويلة ثم نضرب 6 ضرب 2 فيعطي 12 ثم نطرح 12 ناقص 12 ليعطي 0 بقي 0 في المقسوم ننزله الآن نقسم 0 تقسيم 2 فيعطي 0 نرفعه في الناتج على إشارة القسمة الطويلة لا حاجة الآن للضرب لأننا لو ضربنا 0 في 2 سيعطي 0 ونضعه في الناتج ثم نطرح فلا حاجة لفعل ذلك الآن انتعت القسمة لأنه لا يوجد أعداد بجوار الصفر لإنزالها ولأن الباقي للقسمة الطويلة هو 0 فيكون الناتج 160 نرفعه في الإجابة فتكون إجابة قسمة 32 تقسيم 2 بالعشرة تساوي 160 نحتاج للتدرب على المزيد من الأمثلة ولنرى الآن قسمة العدد الكلي 87 على الكسر العشري 5 من 100 لقسمة عدد كلي على كسر عشري علينا أن نحول المقسوم عليه 5 من 100 إلى عدد كلي وذلك بتحريك الفاصلة العشرية في المقسوم والمقسوم عليه نفس عدد المنازل الآن علينا تحريك الفاصلة منزلتان حتى يتحول 5 من 100 إلى عدد كلي فننتقل فننتقل بالفاصلة العشرية إلى يمين الصفر ثم ننتقل بالفاصلة العشرية إلى يمين الخمسة وهكذا نكون قد حولنا الكسر العشري 5 من 100 إلى عدد كلي ولكن لا تنسى أن تحرك الفاصلة العشرية في المقسوم أيضا منزلتان ولفعل ذلك نظهر الفاصلة العشرية التي دائما ما تختفي إلى يمين الأحاد ولحتاج إلى أن نحركها منزلتان وللحصول على هاتان المنزلتان نضع صفران نستطيع أن نضع أصفار بالعدد الذي نريده طالما أننا نضع هذه الأصفار بعد الفاصل العشرية حيث لا تؤثر أبدا على قيمة العدد ولكننا هنا نحتاج قطل منزلتان فنضع فقط صفران ثم ننقل الفاصلة العشرية منزلتان لتصبح عملية القسمة 8700 تقسيم 5 الآن نستخدم القسمة الطويلة لقسمة هذان العددان الكليان نضع 8700 تحت إشارة القسمة ولا نحتاج هنا لذكر الفاصلة العشرية لأنها دائما ما تختفي إلى يمين الأحاد كما قلنا ثم نقسمها على الخمسة صحيح بدون استخدام الفاصلة العشرية التي اختفت إلى يمين الأحاد ثم نقسم قسمة طويلة كما تعلمنا سابقا فنبدأ من أعلى منزلة 8 تقسيم 5 كم 5 بداخل الثمانية؟ 1 نضع الواحد أعلى الثمانية ثم نضرب 1 في 5 ويعطي الناتج 5 نضعه مباشرة أسفل الثمانية ونطرح 8 ناقص 5 ليعطي الناتج 3 الآن ننزل العدد الذي بجوار الثمانية فننزل السبعة الآن نقسم 37 تقسيم 5 كم 5 بداخل الثمانية؟ 37 يوجد 7 خمسات فنرفع 7 في ناتج القسمة ثم نضرب 7 ضرب 5 فيعطي الناتج 35 نضعه مباشرة أسفل السبعة والثلاثون ثم نطرح 37 ناقص 35 فيعطي الناتج 2 الآن ننزل العدد الذي بجوار السبعة وهو الصفر ليصبح لدينا 20 20 تقسيم 5 كم 5 بالعشرون؟ 4 نرفع الأربعة في ناتج القسمة ثم نضرب 4 ضرب 5 يساوي 20 نضعه أسفل 20 ونطرح فيكون 20 ناقص 20 يساوي 0 بقي لدينا الصفر الأخير ننزل الصفر ثم نقسم صفر تقسيم 5 يساوي 0 نرفعه أعلى إشارة القسمة ولا حاجة لن نكمل لأننا إذا ضربنا الصفر في الخمسة سيعطي الصفر نضعه تحت الصفر ثم نطرح صفر ناقص صفر فيعطي صفر لتنتهي بذلك القسمة الطويلة لأن باقي القسمة صفر ولأننا أنهينا جميع الأعداد في المقسم وتكون 1740 ناتج قسمة 87 تقسيم 5 وبذلك نكون قد تعلمنا كيفية قسمة عدد كلي على كسر عشري حيث نحول المقسوم عليه إلى عدد كلي بتحريك الفاصل العشرية في المقسوم والمقسوم عليه بنفس عدد المنازل إلى اليمين ثم نقسم كما تعلمنا في قسمة الأعداد الكلية وفي الختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تترددوا في مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومن يحتاج إليه وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله